بعد ان اعترض نواب من محافظة الانبار على عزم الحكومة العراقية نقل نفايات مشعة من محافظة البصرة الى الانبار لدفنها هناك برغم ان المحافظة تمتلك مساحات صحراوية شاسعة تصلح لدفن تلك النفايات بدأت بوصلة تلك النفايات الخطيرة تتجه صوب محافظة صلاح الدين المكتظة لتدفن في مناطق سكنية تملؤها الازمات ولا تنقصها ازمة جديدة تحركات حثيثة قادها نواب عن المحافظات المستهدفة لثاني الحكومة عن هذا الاجراء والذي له اثار سلبي على المواطنين فقد اكد النائب عن تحالف المحور الوطني مقدام الجميلي في بيان ارسال كتاب الى رئيس مجلس الوزراء يتضمن الرفض القاطع بنقل النفايات المشعة وطمرها في صلاح الدين الجميلي اضاف ان لدى العراق الكثير من الاراضي الصحراوية الشاسعة البعيد عن المناطق السكنية لمعالجة مشكلة هذه النفايات من جهتها اكدت حكومة صلاح الدين ان الموقع الذي تعتزم وزارة العلوم والتكنولوجيا استخدامه لدفن المواد المشعة ومنشأة المثنى الواقعة ضمن الحدود الادارية لقضاء سامراء ومع تمسكها بالرفض لهذه الخطوة اقترحت حكومة المحافظة نقل تلك النفايات الى مواقع بديلة على الحدود بين العراق والسعودية او الحدود مع ايران لطمر هذه المواد الخطيرة وبرغم ان الجهود والاعتراضات اسهمت بقيام لجنة الصحة والبيئة النيابية باقاف اجراءات نقل المخلفات الاشعائية الا ان الامر ما زال قيد الدراسة ما قد يسفر عن مضي في تنفيذ العملية الامر الذي سينعكس سلبا على مواطني صلاح الدين خاصة وان تلك النفايات المشعة يبقى خطرها قائما بحسب المنظمات الطبية المختصة اشتركوا في القناة